موضوع نورة طبيعة الحال يتطرح لإشكالية الموارد المائية بالجهة وبالتالي فما يهمنا نحن بالنظر إلى الضرفية أو الإطار العام الوطني المتسيم بضرورة سياغات سياسات مائية مندمجة كما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح الضورة البرلمانية لهذه السنة ما يهمنا هو ذلك البعد الجهوي لتنزيل سياسات ذات البعد الوطني على مستوى جهات من ركش آسفي وبالتالي فالجهات يعني من طبيعة الحال عدة إكراهات على مستوى خلخلة التوازل ما بين العرض المائي ما تتيحه السدود ومختلف المنشآت الفنية التي تعمل على تعبئة الموريد المائية وكذلك ما يتوفر على مستوى الفرشة المائية وما تتطلبه التنمية الجهوية بجهة من ركش آسفي خاصة مع تنامي الزراعات المصحية من طبيعة الحال وتنامي الإنتاج الزراعي والحيواني وما يتطلبه من مواريد مائية إضافية بالإضافة إلى متطلبات التنمية الحضارية خاصة النفل الجهوية لدينا عدة أحطاب حضارية مثل مدينة موراكوش، بن قرير، رحمنا، قلعة السرغنا، صويرة، شيشاواء، أسفي وغيرها وبالتالي فهناك ضرورة للتنزيل السليم للمخططات الوطنية على المستوى الجهوي والطرابي لإيجاد حلول جهوية لتلك المشاكل الجهوية التي تكن لمنعها على مستوى ندرة المياه طرنا تيمة الماء أي تدبير الأزمات المائية بين الندرة والاستغلال لما يعيشه المغرب في الآوين الأخيرة من شح مائي في الجبال وكذلك في السهول والمدن وهذا تمرت توصيات صاحب الجلالة الذي دق ناقص الخطر في هذا الخضم وكما تعلمون أن الجافف هو ظاهرة بنيةوية في تاريخ المغرب ولذلك التولى المغربية لها باع طويل في التعامل مع الندرة المائية منذ القدم منذ السلالة القديمة التي حكمت المغرب المرابطين المرانبين المحيدين ثم السعديين إلى فترة العلوين وبالضبط مع جلالة الملك نحن كأكاديمية تبقال وكجمعية سبب المستقبل فكرنا جاليا في تنظيم هذه الندوة القيمة واخترنا هذه التيمة عنوانها بتدبير الأزمات المائية نتمنى أن يكون لها إشعاع وأن تعطي تمر وأن نخرج بتوصيات جالية أذكر منها أننا يجب أن نحافظ على الماء يجب توعية الجيل الناشئ بأهمية هذه النعمة التي أوصى عنها الله سبحانه وتعالى في الآية 30 من سورة الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء من حي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر